اهم الاسئلة الحقيقة اللي جاتني كانت عن ما يسمى ده عايزين نقول ايه المناعة بتاعت الجسم لو قوية قوي وده كان اجابة عن سؤال هو ليه الشباب بيموتوا من كورونا علما بان احنا قلنا انه كبار السن هم اكثر عرضة للوفاة من كورونا الشباب بتبقى جهاز المناعة بتاعهم قوي جدا ففي بعض الحالات وده حالات ندرة مش كتيرة مش عايز اقلق الناس عالفوض لكن لما يحصل ده جهاز المناعة بتاع الجسم بيرد بقوة جمدة جدا 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 فالادوات اللي الجسم بيطلعها علشان يهاجم الفيروس بتقضي على الجسم قبل ما ايه قبل ما تقتل مين قبل ما تقتل الفيروس فيعوم الانسان من جواه في بركة من المية بتخليه مش قادر يتمفز علشان كده هذه الحالة اللي بنسميها العاصفة السيتوكنية دي حالة دايما انا بقول ايه وقال كده في كتابي برضو اللي انا عامله لطبعاته اخبار اليوم بقول ايه فيه بقول انه العيان الطبيب ما بيجريش على تشخيص هذه الحالة دي الحالة هي اللي بتجيله العيان بيبقى بينهج جدا بتتضهور الحالة بسرعة قوي التنفس بيبقى فيه في التنفس بسرعة يعني ما يضغلطش فيها اللي عايز اقوله انه ما يضغلطش فيها اشتركوا في القناة